السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه فيديو جديد على قناة ايه بتاك ريفيوز في فيديو مراتي يعني اتكلم ان احنا احنا ازاي نسرع الجهاز بتاعنا بخطوات سهلة وبسيطة للغاية اول خطوة معنا ان احنا هنيجي تحت كده عند التاسك بار بتاعنا هندوس كليك يمين هنلاقي هنا تاسك منجر هندوس عليها هتيجي هنا عند قائمة ستارت اوب وتتأكد ان كل الحاجات اللي هنا معمول لها دي سيبل اتلاقي عندي دي انا مسلا دوت حاجات معمول لها انابل وحاجات معمول لها دي سيبل اتأكد ان كل حاجة معمول لها دي سيبل فنيجي تدوس كليك يمين وتدوس هنا دي سيبل او في طريقة ان انت ممكن تدوس عليها وتنزل تحت دي اقول له تسيبل اتأكد ان كل البرامج والحاجات عندك دي معمول لها دي سيبل لان الحاجات ديت اللي هيا الستارت اوب دي الحاجات اللي مجرد ما انت هتفتح الجهاز البرامج دي كلها هتبدأ تحمل فبالتالي ان الجهاز وسايب عليه برامج كتير عملة بتحمل مجرد ما يفتح الحاجات دي هتلاقي النهاية بتهنج الجهاز وهو بيفتح وبتهنجه وبعد ما يشتغل لان كل البرامج دي هتبقى شغالة فوقت واحد ومفيش اي جهاز ما همكان سرعة بالهاردة عندك ولا كده مفيش جهاز هيتحمل الكم دوت من البرامج بل ده انا كمان انا كده عندي برامج تعطير قليلة انا بفتح ساعات اجهزة ناس بلاقي فيها كمية برامج بالخمسين برنامج وستين برنامج متسابين كلهم ستارت افتأكد ان كلهم معمول لهم دي سيبول تاني طريقة معانا هتكون من خلال ان احنا هندوس على زرار اللي ستارت عندنا في الكيبورد مع حرف الار فيفتح لنا القائمة دي اللي استخدمناها في الفيديو اللي فات بس المرة دي هنكتب برسنت تيم برسنت زي ما مكتوب هنا كده وهتدوس انتر هيفتح لك القائمة دي كل اللي عليك انك تختار كل الملفات اللي هنا بعد كده تدوس shift delay تمسح كل الملفات اللي هنا نهائية في بعض الملفات بيكون من برامج لسه مفتوحة وكده فدع عادي ممكن تدوس هنا وتقول له سكيب الملفات دي بتاعت ايه دي ملفات التنب او ملفات الكاش اللي طول ما البرامج شغالها بتقول تحط ملفات كاش الحاجات دي بتهنج الرميات وبتهنج الهاردات فانت تأكد ان انت تمسح ملفات الكاش ديت اول باول مش دوت بقى الفولدر الوحيد في فولدر تاني برضو هنستخدمه وبرضو هنفتح قائمة هندوس هي هي نفس القود بس هنمسح على امتين البرسنت اللي في الاول وفي الاخر دول اللي هي تم برس وندوس عليها هنلاقي هنا برضو ملفات كتير جدا اتأكد برضو انك تدوس control a shift delete الطريقة الاخيرة معانا اللي هنستخدمها وان احنا هنيجي هنا نفتح معاي الكمبيوتر هتلاقي عندك هنا وعندك هنا هتلاقي هنا بتاع السي هتدوس عليه كليك يمين هتلاقي هنا هتدوس عليها هتلاقي هيفتح لك القائمة ديت وهتلاقي هنا فهتدوس عليها هنا كل اللي عليك انك تتأكد انك معلم على كلهم ما عادة هتلاقي فيه هنا دي انا عندي بعملها من الشكل لانه هنسح لك كل الملفات اللي في بتاع داونلود فتعلم على كله ما عادة بتاع داونلود وبعد ما اتعلم عليهم هتلاقي هنا دي كلها برضو ملفات كاش والحاجات دي فتدوس هنا اوكي بعد ما اتعلم عليهم هتقوم دايس اوكي وتقول له دي ليت فايلز هيبدأ ان هو يحمل ويشيل كل ملفات الكاش الاضافية اللي ما هنجأ الجهاز بعد ما بيخلص تحميل هتقوم ايه له هنا اوكي وهو هيقوم قافل زي ما احنا شفنا كده وبكده نكون عملنا خطوات سريعة وسهلة عشان نسرع الجهاز بتاعنا كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة واعمل شل الفيديو عشان لغيرك يستفيد كان معكم على ايد من قناة سلام عليكم